تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي هذا وتمكنت من ضبط 429 قضية مونية بمضبطات بلغت قرابة 49 طن مواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 19.5 طن كما تم ضبط أكثر من 28 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وجرى ضبط 607 قضايا في مجال قضايا المخابز من بينهما 103 قضية خبز ناقص الوزن و84 قضية خبز غير مطابق للمعصفات أما في مجال ضبط مخالفة التلاعب بمنظمة توريد وتدول القمح المحلي تم ضبط قضية واحدة بمضبطات بلغت قرابة 7 أطنان أقماح محلية